وقد عقدت عقدت مساء اليوم بقصر الملك سعود برياض جلسة المباحثات الرسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائب بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حضر الجلسة من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن نبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق لسموي ولي العهد في بداية الجلس أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائب بن عبد العزيز السعود عن بالغ الشكر والتقدير على ملقيه سموه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي عكس حجم ومكانة العلاقات البحرينية السعودية وما تحضى به من اهتمام ورعاية من ألو دني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجلات وخلال الجلسة أبل الجانبان ارتياحهما لمسارات التعاون الثنائي وما تم إنجازه في السنوات الماضية والذي جسد الرؤى التي تطلع لها كل البلدين على كافة المستويات وأكد على أهمية العمل على تحقيق المزيد من التواصل والتعاون من خلال إيجاد أليات تسهم في بلورة هذا التعاون إلى مستويات أعلى كما تم خلال الجلسة بحث التعاون الاقتصادي وزيادة تسهيل إجراءات المستثمرين حيث تم الاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق المختص للمستثمر السعودي لدى وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين يوفر الخدمات اللازمة واستكمال الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية من خلال خدمة المسار السريع بجانب تسهيلات لوجستية والإلكترونية أخرى كما أكدا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ودعم هذا الدور من خلال منح المزيد من التسهيلات الاقتصادية والتجارية بما يعزز الدور المحوري لهذا القطاع ومبادراته الاستثمارية في كل البلدين الشقيقين وخلال الجلسة جرى أيضا مناقشة تسهيل إجراءات الجمارك والجوازات خاصة على منفذ جسر الملك فهد حيث تم توجيه الجهات المعنية بالبلدين بسرعة استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وزيادة تسهيل عملية عبور الشاحنات لتعزيز انسيابية الحركة عبر جسر الملك فهد كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون الأمني بين البلدين خاصة فيما يتصل بمواجهة الإرهاب ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحاته واجتثاث فكره ومنابعه كما تم بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب